في عيالة القدم السكرية في مستشفى الموساف الدمام خبرة طبية يونانية يقدمها الدكتور ديماتريوس مع فريقه الطبي لمتابعة مرضاهم الذين يعانون من تقرحات القدم السكرية وذلك تفادياً للوصول إلى البتر يمثل مرض السكري بكل تعقيداته مشكلة صحية عالمية مئات الملايين من الأشخاص يعانون السكري والمملكة العربية السعودية تواجه مشكلة حقيقية مع هذا المرض حيث تشكل نسبة الإصابة فيها 25% وهي النسبة الأعلى في العالم مرض السكري لا تكمل مشكلته في ارتفاع نسبة السكر بل في المضاعفات والتعقيدات التي تخلفها الحالة المرضية فالسكر هو السبب الأول في الإصابة بالعمى وبالفشل الكلوي ويأتي على درجة كبيرة من الخطورة يماثي الأمراض للقلب خصوصاً إذا ما علمنا أن 60 إلى 70% من المرض السكري يتعرضون إلى الوفاة بسبب مشاكل في القلب يفقد المريض المصاب بداء السكري الإحساس بقدميه نتيجة اعتلال العصاب لذلك لا يشعر بالألم عند تعرض قدميه لأي إصابة مما يؤدي إلى تفاقم المشكلة إذ لم يتم علاجها سريعاً ليس من السهل على المرضى تقبل خيار بتر الأطراف حياة المريض تتأثر بشكل سلبي عند اللجوء إلى هذا الإجراء وتكون حالته أسوأ من حالة المريض الذي يلجأ إلى غسيل الكلة كما أن نسبة الوفيات ترتفع بين المرضى المعرضين لبتر أحد الأطراف السفلية تشير الدراسات إلى أن نحو 60% من المرضى مبتوري الأطراف معرضون للوفاة خلال السنوات الخمس التي تعقب البتر هذه الأرقام مخيفة جداً وهي أسوأ من إصابات سرطان البروستات وسرطان الثدي على المريض أن يلتزم بمراجعة الطبيب للإطمئنان على صحة قدميه بشكل دوري كل 6 أشهر للمرضى الأكثر عرضة للإصابة بالقدم السكرية وكل 3 أشهر للمرضى السكري المصابين بتشوهات القدم بداية وأهم شيء هو التشخيص المبكر ودراسة الحالة والمضاعفات وما قد تسفر عنه مستقبلاً وكشف الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بمرضى السكري بالنسبة لمرضى فأني أخطعهم لعلاج حالة اعتلال النهايات العصبية والأوعية الدموية كونها السبب الرئيس للإصابة بقرحة القدم السكرية وينصح الأطباء المرضى في عيرة القدم السكرية الاستعانة بأقربائهم لملاحظة أي تغيير في شكل القدمين من تورم أو احمرار أو ظهور بقع بيضاء بين الأصابع ذلك لأن مريض السكري لا يمكنه ملاحظة ذلك لضعف بصره نتيجة اعتلال بشبكة العين وهي من مضاعفات الإصابة بالسكري لبرنامي الصباح الخير يا عرب مع الإراضي الدماء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة